مساء الخير في البداية انهنيكم وانهني العائلة الصحفية العراقية بالذكرى المية وخمسين لعيد الصحافة العراقية شكرا جزيلا على حضوركم مرة أخرى بهذا التقليد اللي أصبح شبه ثابت أنا سعيد بهذه اللقاءات حقيقة طبعا أترك المجال مباشرة إلى السياة العميد أن يقدمنا فد ملخص للوضع الأمني في حاجة هناك أيضا للوضع الأمني أن تطلعون عن موقف الحكومة بهذا الاتجاه سياة العميد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا حقيقة بالبداية قبل أن أشرع في كلامي تقديم الموجز الأمني والعسكري أبارك للصحفيين العراقيين للأبطال أيدهم المية واحد وخمسين حقيقة كنتم ومازلتم خير عون أنه وقواتنا الأمنية الباسلة كان لكم دور في ساحات المعارك ولا زال هذا دوركم أيضا الآن بمساعدة القوات الأمنية والكوادر الطبية لمواجهة بايروس وجائحة كورونا حقيقة يواصل سيد القادة الآن قوات مسلحة سيد مصفر كاظمي على مدار الساعة متابعة الملف الأمني ويؤكد على همية العمل للسخباراتي وخلال زيارته إلى محافظة نينوة في ذكرى عشر حزيران التي صادفت بذكرى 2014 حقيقة عقد اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوة وأكد سيادته أنه يجب حماية المواطنين وعدم السماح بتكرار ما حدث في عام 2014 كما وأكد وأشار إلى أنه كان الفساد وسوء الإدارة كانها سببان رئيسيا بحصول الكوارث السابقة وأكد أن تحرير مصر شارك فيه كل أبناء الشعب العراقي واختلطت فيه الدماء وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة كما أكد سيادته على وجود تحديات كبيرة وأننا قادرون على تجاوزها وخلال هذه الزيارة أيضا افتتح السيد القادة العام للقوات المسلحة جسر الحرية في مدينة الموصل أيضا السيد القادة العام للقوات المسلحة ومن خلال متابعة الدقيقة وتوجيهات من أولى الاهتمامات التي لديه إصلاح المؤسسة الأمنية التي هي جزء من القطاعات الأخرى للمؤسسات التابعة للدولة وبدأت سلسلة من إجراءات لغرض فرض هيبة الدولة كما تلاحظون تم إطلاق أولا عملية في ديالة لملاحقة مهربي ساعات الأنترنت والتي أطلق عليها تسمية الصعب العملية لا زالت مستمرة وإن شاء الله في حال توجد نتائج سيتم إعلان إلها أيضا للإعلامين أيضا وجه سيادته بعملية استخباراتية لملاحقة والكشف عن مطلقي صواريخ وهذا ما حدث خلال الأيام التي مضت ومع الأسف كان هناك السهداف لأحد المعسكرات تابع لي القوات العسكرية العراقية الحمد لله وشكر لم تكن هناك تضحيات حيث تمكن أبطالنا ومن خلال متابعة ميدانية دقيقة وفق جهد استخباراتي من ضبط عجلة تحمل منصات صواريخ وأيضا بحدود 18 صاروخ كانت معدة للإطلاق تم القاء القبض على هذه العجلة في منطقة الراجدية ومن خلال أبطالنا في الفوج الثالث لواء المشات الـ 44 فرقة المشات الحادي عشر وتم إبطال مفعولها بشكل تام وسيطر عليها أيضا وجه السيد القادر العام من قوات المسلحة ملاحقة مرتكبي الجرائم والهاربين خارج العراق وبدأت بإلقاء القبض على أحد المجرمين الذي تسبب بقتل مجموعة من أبناء عشار الأنبار وهذا ما أكد علي سيادته أنه الكل تحت طائلة القانون ويجب ملاحقة من يحاول المساس بأمن وسلامة المواطن العراقي كذلك حصل أيضا خرق للأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء يوم الأحد المصادف 14 حزيران 2020 وخلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاهات مختلفة في مناطق شمال العراق وصولنا إلى قضاء الشرقات بعمق 193 كم من الحدود التركية داخل الأجواء العراقية ومع الأسف حصل أيضا قصف على مناطق قرب مخمور وسنجار أكدت قواتنا المسلحة أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حصن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وطالبت بإيقاف هذه الانتهاكات احتراماً واتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين كما دعت إلى عدم تكرارها مؤكدة أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة أيضاً ما نسمح أن تكون أراضينا أن تكون منطلق للاعتداء على أي دولة جارة كل دولة الجوار نحن نحترمها ولدينا حدود مشتركة معها ونعمل بجد لضبط هذه الحدود وعلى أساس هذه الخروقات أيضاً تم استدعاء السفير التركي من قبل الوزارة الخارجية العراقية وتسليمه مذكرة احتجاج بخصوص الاختراقات والسهداف بعض المناطق التي أشرنا إليها قبل قليل كذلك وحسب توجيه السيد القائد العام القوات المسلحة المحترم حيث وجه القوات الأمنية والأجهزة السخباراتية بملاحقة أحد المجرمين الذي قام بعمليات قتل وتهديد وأيضاً حرق بعض الخيم في ساحات الاعتصام وتهديد المتظاهرين السلمين حيث تمكن أبطالنا ومن خلال اللجنة التي شكلت وخلال 48 ساعة من القاء القبض على المجرم الملقب الجريدي وتم تدوين أقوال ابتدائياً وتم إحالة أيضاً إلى القضاء وننتظر تصديق الأقوال قضائياً وإن شاء الله بعد تصديقها ابتدائياً وقضائياً سيتم عرضه على وسائل الإعلام هنا نؤكد ملتزمون كقوات مسلحة وقوات أمنية بتوجيه السيد القادة العام قوات مسلحة على فرض هيبة الدولة وفرض القانون والاستمرار بملاحقة من يحاول العبث بأمن وسلامة المواطن العراقي وأيضاً الاستمرار بعملياتنا العسكرية والنوعية حيث تنفذ يومياً عمليات نوعية واستباقية من خلال قيادات العمليات ضمن قواتع العمليات وحقيقة نحقق ضربات موجعة لبقايا فلول أصابات داعش الأرهابي شكراً جزيلاً سيادة العميل هذا الوباء ما زال ينتشر ويضرب في مدن ومناطق عديدة من العراق العراق ليس وحده هي جائحة دولية كونية اليوم ليس هناك بلد كان غنياً أو فقيراً لم يصف هذا الوباء من ناحية العراق حقيقة الأرقام التي قدمها وزير الصحة هناك تقريباً أكثر من 21 ألف مصاب اليوم في تقريباً 9271 أرقام اليوم هم من شفى من هذا الوباء للأسف هناك 652 حالة وفاة أغلبية من غادرنا هم أصحاب أمراض مزمنة بالأحرى في هناك رقم آخر محزن في هذا المجال هو بحدود ألف وخمسمية واحد وسبعين مصاب من العائلة الطبية هؤلاء حقيقة هم المصد الأول الخط الأول في هذه المواجهة وهذه الحرب هناك فضنوع من الشجاعة في داخل وزارة الصحة بين العاملين في وزارة الصحة رغم بعض الأحيان الإمكانيات التي تنقص رغم المساعدات التي تأتي هنا وهناك ولكن في أسرار لمواجهة هذا الوباء وأن يكونون على قرب من المرضى أشياء أخرى سوف تتخذ في الأيام القادمة على شكل تعاون بين عديد من الوزارات وزارة الدفاع سوف تخصص طائرة لنقل الجرحة بشكل سريع من مكان إلى مكان آخر وزارات أخرى أيضا تحاول أن تكون حاضرة مثلا وزارة الثقافة إلى آخره من النقاط التي تم التوقف عندها حقيقة تفاعل المواطن إلى الآن لازلنا نعاني من ضعف تفاعل المواطن واستيعاب ما يشكله هذا الوباء من خطر كبير نحن نراه أنتم ترونه وهذه نقطة لا يمكن حصر هذا الوباء والتقليل من ضرباته الموجعة إذا لا يحصل هناك نوع من التعاون بين السلطات الصحية السلطات السياسية وأيضا المواطن هنا في ضعف حقيقي ونقولها بأنه لم نتوفق إلى الآن بإقناع هذا المواطن بخطورة هذا المرض النقطة الثانية التي تم توقف عندها باستفادة دور الإعلام دوركم وخاصة الإعلام إعلام الدولة وإعلام التابعة إلى الحكومة والإعلام العام ربما ليس ضمن الطموح الذين تمناه الإعلام في العالم عندما يواجه وباء كهذا يواجهه ليس باتجاه بأنه إلى جانب هذا الطرف السياسي أو ذاك نحن أمام وباء يشمل الجميع الغني والفقير البلدان المتطورة والبلدان الأقل تطورا فالعالم يتعاضد في هذا الموضوع إلى الآن هناك محاولات من جانب الإعلام العراقي بإقناع المواطن خاصة الشباب بخطورة هذا المرض هو ديت سارع أكثر من ألف إصابة باليوم نحن لم نصل إلى الضروة حالة العراق ليست الأخطر لا أريد أن أخيف في الناس ولكن إن استمرت الأمور بهذه الدرجة من الانحلال النسبي والليبرالية في تعامل مع هذه الجائحة أعتقد شكل مواجهتنا لها سوف تكون أصعب فيما بعد مجلس الوزراء تناقش مشروع قوانين خاصة بمد أناب نفط في البحر بحاجة العراق إلى هذا المشروع الاستراتيجي أيضا تناول مجموعة قرارات في هذا المجال نقطة أخرى توقف عدى مجلس الوزراء تحدث عنها سياد العميد هي قضية الأمن الأمن الداخلي العراقي قبل ذلك طبعا جرت توقف من قبل سياد رئيس الوزراء عند قضية الحوار العراقي الأمريكي حقيقة نحن نعتبر ذلك نجاح كل ما أراده الجانب العراقي كان حاضرا في البيان النهائي إن كان تأكيد على السيادة العراقية تنمية شكل التعاون تعاوننا مع العالم الخارجي حسب حاجة العراق لذلك نحن نعتبر ذلك هذه نقاط متوازنة عقلانية تستجيب إلى مصلحة العراق في المقابل نحن رأينا أنتم رأيتم هنا وهناك اطلاق بعض القذائف أو بعض الصواريخ حقيقة هذه مرفوضة البيانات الرسمية التي خرجت إلى الآن وصفت هذه الممارسات بالأرهابية وهي كذلك من كان مستهدف معسكرات عراقية من كان مستهدف عسكر عراقيين أين أطلقت هذه في أراضي عراقية لا يمكن تبرير ذلك وأيضا لا يمكن قبول ذلك أي دولة كانت هي أساسا تدافع بكل ما تمتلك عن سيادتها وعن أمن مواطنيها وهذه الدولة وهذه الحكومة سوف لا تقبل بهذه الممارسات وسوف تتابع هؤلاء الذين أطلقوا صواريخ وقذائف أما لإرعاب أو تهديد أو توجيه رسائل بكل الأحوال العمل هذا ليس فقط غير قانوني وغير مقبول بل هو عمل إرهابي المحطات الأخرى للأسبوع الماضي تحدث عن أسيات العميد إن كنا في الموصل محطة الموصل كانت مهمة إلى الآن لم تغطى ممكن تأتي في الأيام القادمة حقيقة هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء بعد وصوله إلى الحكومة تسلم المسؤولية خرج فيها إلى مدينة نينوار بدءا من الموصل زيارة قيادة العمليات المشتركة زيارة المدينة كان في فاصل ثقافي وإنساني مهم جدا إن كان في المدينة القديمة عند ما تبقى من جامع النوري كنا نخرج من الخراب هذا الخراب الذي تركه داعش أيضا ذهبنا إلى مناطق أخرى وكنا نشوف مواطنين لأول مرة ربما منذ 2003 كانوا مواطنين رغم منع التجول الحاضرين هنا يستقبلوننا بشيء من القبول الشك هذا الشيء مقبول ولكن بأسئلة رأينا هناك أطراف متعددة في نينوى لأول مرة كانوا يخيرون الدولة أن تلعب دور الوسيط في حالة وجود بعض الإشكالات أي اكتسبنا شيء من المزاقية ذهبنا إلى مدن أخرى إلى الحمدانية إلى برطلة إلى مناطق أخرى زرنا مخيمات النجدة كانت توجه إلى الدولة وإلى الحكومة فكل هذه الأمور حقيقة تضع مسؤوليات إضافية أمام الحكومة ولكن تبعث رسالة بأنه المواطن أينما كان في نينوى أو بصرة في بغداد لا ينظر إلى مستقبل الدولة العراقية وإلى مستقبل المواطن العراقي إلا تحت سقف المواطنة هذه الهوية الجامعة هي فوق الهويات الأخرى أن نكتسب وندافع عن كرامة الإنسان العراقي لا يمكن أن تحصل إلا من خلال الاعتراف بمواطنته ومساواة أمام القانون هذا رأيناه بشكل واضح جدا في نينوى وفي المصري بشكل أساسي زرنا المتحف وزرنا مناطق أخرى قسمنا صحفيين كانوا موجودين معنا وقسم من عظم هنا موجودين في القاعة أنا أعتقد بشكل أو آخر صورة هذه الزيارة سوف تنقل مع الزمن بدأ بجسر الجسر ربما أكيد هو بدأ مع الحكومة الماضية ولكن غمزيتها عالية جسر بين شاطئين جسر للتحاور جسر للالتقاء جسر للتخاطب المشترك فكانت مهمة أن يكون هناك رئيس وزراء أن يكون في جامع النور من يستطيع أن ينظر إلى أم الربيعين من دون أن يعرف الحدباء تمسك المواطن الموصلي بهذا الأرث المتحف كل العالم فوجئ سعق عندما كانت معاول داعش تسقط على آثار هذه المنطقة أيضاً زرنا المتحف ورأينا ما ما تبقى وأيضاً تطلع الناس لإعادة بناء هذه المنطقة بشكل ما شفنا هناك أيضاً إصرار عند المواطن في نينوى بإعادة بناء منطقته والمبادرة طبعاً المسؤولية كانت كبيرة والمأساة أيضاً مهمة عندما نرى كل هذه المخيمات وكل هذه العوائل لا زالت موجودة وتطلعها ترجع مشاكل كبيرة أيضاً تركها داعش وسنوات الإرهاب المهمة ليست سهلة أنتم ترون هذه الحكومة ما أن تمس جانب ما من الحياة ولا تفتح جوانب أخرى ولكن المبدأ إلى اليوم لا نقول بأنه سوف نترك هذا لما بعدنا هذه الحكومة تحاول أن تتعامل وتتعاطى مع المشاكل المطروحة اليوم أغلبها آنية مستعجلة تبدأ من الحالة الاقتصادية والرواتب انهيار سعار النفط المعركة ضد جائحة كورونا الجانب الأمني تحدث عنه سيارة العميد الجانب السياسي وإلى آخره قد أكون أطلت عليكم ولكن سيارة العميد وأنا موجودة هنا لكل سؤالياتي من عدكم كالعادة حالة نأخذ ثلاث أربع سئلة ونحن نلتقي كل أسبوع وتنتقل الأسئلة في الأسبوع اللي بعدها إلى آخرين هذا نحاول أن نمارس التعددية بتوزيع الأسئلة السلام عليكم قاسم من الأسوسيت بريس السؤالي لا سيد العميد بخصوص الاستهداف المتكرر للمنشآت العسكرية العراقية ويتواجد بها التحالف الدولي دائما يتم السيطرة على المنصات ولم يتم الكشف أو القال قبض على المسبب كما يذكرنا بالحكومة السابقة في استهداف المتظاهرين بالقناص تم الكشف عن أغلفة القلقات ولم يتم الكشف عن القناص سؤال قاسم الله يساعدك طبعا نشوف بالمناسبة يعني صارت عندها اعتداءات وقلنا أنه صار اعتداء على المعسكرات العراقية ويضا للتوضيح ضمن المعسكرات العراقية لا توجد أي قوات للتحالف الدولي بعد أن تم عادة يعني نقلهم وانسحب الكثير من هذه القوات قوات التحالف ولا توجد قوات التحالف الآن في المعسكرات العراقية مع هذا اعتقد قاعدة عين الأسد وقاعدة حريضة الاستهداف هذا جاء باتجاه القوات الأمنية العراقية القوات العسكرية العراقية لهذا كان وصف دقيق أنه هذه عملية أرهابية وجه السيد القاعدة العام قوات المسلحة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسخباراتية بضرورة الكشف عن من قام بإطلاق هذه الصواريخ باتجاه القطاعات أو المعسكرات العراقية لهذا حتى العجلة اللي تم القاء القبض عليها لدينا وثائق بها تم القاء القبض عليها وإحنا مستمرين بعملية الكشف لا نريد أن نستعجل سنصل إلى من قام بهذه العمليات ولن نسمح أن تسهدف القواعد العسكرية أو المعسكرات العسكرية العراقية هناك جدية هناك متابعة دقيقة من قبل سيد القاعدة عن قوات مسلحة بخصوص هذا الموضوع فقد تكمل من جانب السياسي ما يتعلق بما حصل منذ واحد تشرين أول الماضي إلى اليوم حكومة السيد مصطفى الكاظمي وفي منهاجه الوزاري هناك نقطة أساسية سياسية وأخلاقية بأنه تلقي الضوء على ما حصل بدءا من وضع قائمة دقيقة بأسماء الضحايا ضحايا العنف من المتظاهرين ومن القوات الأمنية واعتبارهم شهداء هذه القائمة هي في إطار التحضير والعمل وسوف تخرج وهناك أيضا نقطة ثانية موجودة في المنهاج الوزاري ومصررون على تحقيقه هي تشكيل لجنة لتقص الحقائق لفهم ما حصل هذه الأمور سوف تأتي في وقتها تكون ذات مصداقية ليس من تقليد الدولة العراقية التي ستكون لها مئة عام السنة القادمة أن هي تنشأ لجنة لتقص الحقائق وتحاول أن تكون أكثر موضوعية لفهم ما حصل هذه مسؤوليتنا أمام المواطن أمام هذه الدماء الزكية التي أسيلت خاصة بين الشباب والآخرين فللوقوف على هذه التراجيدية أو هذه المأساة لما حصلت هذا التزام قدم أمام البرلمان وأمام الشعب وسوف ينفذ هذا السلام عليكم جابر جمال قناة الرشيد سؤال إلى سيادة العميد عن الخروقات التركية وحتى الإيرانية المتكررة على مناطق حدودية وقرى في شمال العراق كثيرة هي مذكرات الاحتجاج التي سلمت إلى السفير التركي ورغم ذلك تتكرر الخروقات وكذلك يستمر القصف كان الأخير بثمانية عشر طائرة يعني لفذت هجمات على مواقع أيضا يعني يوجد ضحايا لا تكفي فقط هذه المذكرات هل هناك تحرك على مجلس الأمن الدولي مراجعة الاتفاقيات تحرك يعني أممي ما هي الخطوات القادمة من غير مذكرات الاحتجاج شكرا جزيلا يعني نحن شرنا أنه في حديثنا قبل قليل فيما يخص الخروقات للطعرات التركية وحتى في الجانب الإيراني أن تحصل بعض الخروقات أولا نحن نتعامل كدولة نتعامل من خلال الدبلوماسية يعني لدينا وزارة خارجية لدينا حكومة عراقية نستطيع وفق الاتفاقيات وأيضا البروتوكول الموجود ما بين الدول أن نتجاوز الكثير من المشاكل ثانيا ما يربطنا بهذه الدول هي دول جارة إنا يعني منذ أن خلقنا هذه الدول هي جارة إنا وتربطنا بها حقيقة أواصر كبيرة يعني حتى وي تركيا يعني من فترات طويلة تربطنا أواصر بها وأيضا مبادئ لحسن الجوار نعتمد بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق وهذا ما أكد عليه السيد القادر العام لقوات المسلحة حتى عندما انطلقت عملية أبطال العراق نصر السيادة طبعا بالمناسبة هي كانت عندما أطلقنا العملية أبطال العراق لمرحلة الثانية لكن عندما تواجدنا برفقة السيد القادر عن قوات المسلحة في المقر الجوال المتقدم في مناطق جنوب كاركوك وجه سيادته وأطلق تسمية يعني أبطال العراق نصر السيادة نؤكد على السيادة سيادة العراق ستكون محفوظة إن شاء الله لكن لدينا طرق دبلوماسية نتعامل بحكمة بموضوعية ولكل حادث حديث وأعتقد أنه نحن ماضون وهذا توجيه السيد القادر عن قوات المسلحة بالحفاظ على سيادة العراق وعلى أرض العراق وعلى شعب العراق السلام عليكم من وكالة الأنباء العراقية شبكة الإعلام العراقي سؤالي لدكتور هشام داود الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة ومن ضمنها فرض ضريبة الدخل يعني هل ستنفذ نهاية الشهر الجاري وهل شملت بها أيضا موظفي إقليم كردستان وحجم الإيرادات التي ترسل من بغداد إلى الإقليم أما الشق الآخر من السؤال فما هو مصير المجلس الأعلى لمكافحة الفساد حيث يرى مراقبون أنه لم ينجح بمحاسبة كبار المسؤولين وعادة الأموال المنهوبة من الدولة الحكومة هذه حكومة اتحادية عندما تتخذ قرار تتخذ قرار بيشمل كل العراق طبعا هي اتخذت قرار ولكن هذا القرار لم يصدر بعد وهذا القرار يحتاج إلى أنضاج وإلى حوار أيضا هناك في هذا البلد رغم ظروف الصعبة في نقابات في جمعيات في مؤسسات ربما الحاجة هنا أيضا لسمع كل هذه خلنسميها بالمعنى العام الإطارات الاجتماعية وآراءهم ومقترحاتهم من الممكن فيه هناك أفكار أيضا جيدة تأتي من هذا الجانب وبالتالي الحكومة تتخذ قرارها النهائي مكافحة الفساد حقيقة أيضا موجود في منهاج هذه الحكومة أنتم تعرفون هذه الحكومة سيكون لها من العمر القرابة عام ونص إلى عامين في أقصى الأحوال لم يكن أقل لديها النقطة الأولى تحذير الانتخابات مبكرة أيضا جانب الفهم ما حصل منذ واحد تشرين الأول إلى اليوم ولكن الزمن لم يكن صديق هذه الحكومة بمعنى أنه مع مجيئها أن أسعار النفط انهارت وجائحة كورونا انتشرت بشكل كبير الاقتصاديات في المنطقة والعالم انغلقت وكثير من المآسي حقيقة ليس فقط يتعلق بالموظفين بس نحن نفكر في بعض الأحيان ونحن ليس محقيد حقيقة في هذا الجانب هناك ملايين من العراقيين من الكسبة العمال الحرة اليوم جارسين في بيوتهم في أغلب الأحيان لا طاقة ولا قوة ويتحملون هذه المعاناة الكبيرة نفكر فيهم لذلك إذا أقول ضمن هذه الأجواء نعم قضية الفساد ستكون أحدى النقاط الأساسية أو أحدى المعارك الأساسية لهذه الحكومة ولكن الفساد أنتم تعرفوه من ما قبل 2003 فترة صدام الفساد بدأ يتغلغل خاصة في التسعينات من ناحية الرشاوية من ناحية المحسوبية من ناحية الزبانية إلى آخره ما بعد 2003 للأسف الفساد لم يتراجع بل تحول إلى منظومة أشبه ما يكون إلى ثقافة وحالة الفساد هذه متراوحة من جانب السياسي من الجانب حتى الشخصي إلى آخره مكافحته بهذا الشكل الصعب ولكن التقليل من عدها أعتقد هي أحدى مهام الحكومة في الفترة القادمة ما يتعلق بالتهريب ما يتعلق بالمخدرات ما يتعلق بتعريض الأمن الوطني إلى خطر هذه كلية أيضا حالات فساد وساهمت في راقة دماء الآلاف من العراقين منذ 2003 سوف تكون هذه أحد الأهداف التي سوف يوجه أو توجه إلى الحكومة ضرباتها مكافحت الفساد يحتاج وقت طويل أنا أسأل دائما في الجامعات التي يعمل فيها في العالم مؤرخين كبار في العالم أسألهم هل هناك تجارب بالعالم للخروج من الفساد يجاوبون يقولون نحن نعرف كيف بدأ الفساد تاريخيا ليس لدينا حالات كثيرة للتقلص منه ولكن لدينا حالات كثيرة للتقليل منه نحن واقعيون نحاول أن ننظر ما ممكن الآن التضييق عليه كممارسات فساد في الاقتصاد في السياسة في الحياة العامة داخل الدولة وعلى جانبها نعم الفساد أحد العقبات الأساسية حقيقة في العراق السلام عليكم دعي سلمان جهيدة الزوراء سؤالي للسيد المستشعر الجانب الروسي صرح بأن العراق سيكون من أول الدول التي ستتسلم شحنات من العلاج الروسي لكورونا ما مدى دقة هذا الكلام وما هي الكلفة إذا كان هذا الكلام صحيحا وهل ممكن أن تجعل العراق من الدول الرائدة في اقتناء علاج الوباء الذي أنهك العالم نعم سيد وزير الصحة تحدث عن هذا الموضوع في الاجتماع وقال كان تواصل بعد جانب الروسيا عبر السفارة العراقية مؤخرا وهناك عدد من هذه الجرعات سوف تصل أنتم تعرفون نحن الآن ليس فقط الآن منذ أشهر طويلة العالم ينتظر يتأمل يجرب بعدين يخيب ظنه نتمنى أن تكون المحاولة الروسية محاولة ناجحة ولكن علينا أن نكون واقعين جانب العراقي نعم سوف يتعاون مع الجانب الروسي ولكن علينا أن نحضر نفسنا بأنه السلاح الأول ضد جايحة كورونا هي حقيقة التوعية أيضا الوقاية المواطن نفسه هذا ينقلل من تأثيرها وثم فيما بعد تأتي قضايا ما هو متوفر في السوق والمحاولات الإيجارية عاجلا أو آجلا العلم سوف يصل إلى علاج نتمنى أن يصل بأسرع وقت ممكن كل مختبرات العالم الآن تتركز على هذه النقطة الآن الاقتصاد العالمي شبه معطل كثير من الأرواح زهقت أعتقد هناك نوع من التعبئة لإيجاد لقاح ضد كورونا وإذا وجدنا علاج فيما بعد فهذا شيء جيد ولكن إلى الآن علينا فعلا أن نستخدم سلاح التوعية الثقافة الوقاية هذا سلاح المتوفر الأفضل إلى اليوم بين أيدينا السلام عليكم بيستون سلام من فضائية كرسات نيوز بعد تزاية الخرقات الأمنية والاعتداءات العرابية على مناطق المنتنازع عليها في محافظة ديالة وخاصة عنها قرى الكردية في قضاء خانقين من عشيرة كاكاية لماذا لا توجد تنسيقات أمنية مشتركة بين قوات البيشمرقة والقوات الأمنية العراقية؟ هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما هي استراتيجية التي يتبع الرئيس الوزراء العراقي مع حكومة الأقليم لحل الخلافات المتراكمة بين الطرفين؟ وهل تواصلوا الطرفان إلى اتفاقية وخاصة بعد زيادة الزيارات الوفود الكردية إلى بغداد؟ هذا السؤال الأولي يا شكرا طبعاً هناك بعض المناطق الموجودة فارغة ما بين الساتر تابع لقوات حرس الأقليم وأيضاً تواجد قطاعاتنا قوات الحكومة للتحالي بداية حقيقة قوات البيشمرقة هي مضمن مضومة الدفاع الوطني العراقي نحن نقدر كل التضحيات التي قدمت من قوات ميشبرقة خاصة في معركتنا في معركة تحرير مدينة الموصل عندما انطلقت العمليات الأسكرية بتحرير الجانب الأيسر وكان انطلاق هذه القطاعات هي من أراضي أقليم كردستان أرجع إلى النقطة المهمة هذه المناطق مؤشرة لدينا مناطق فارغة بمسافات في بعض المناطق 5 كيلو 3 كيلو أكثر أقل هناك حتى عندما في قيادة عمليات مشتركة تم تحديد كل هذه المناطق أيضاً أنا أعتقد هذا الموضوع أرض أمام أنظار سيد القائد العام القوات المسلحة وأعتقد من المهم أن تكون ممكن الأيام القادمة القريبة وحسب توجيه سيد القائد العام باستمرار بعمريات نوعية وعمريات تفتيش واسعة وكبيرة ما حدث في عملية أبطال العراق نصر السيادة كان تفتيش مناطق جنوب غرب كركوك بمساحة 837 كيلو متر مربع ونصف ومساحة كبيرة نعمل بشكل دقيق وفي الجهد الاستخباراتي للقضاء على هذه البورة الإرهابية خاصة في هذه المناطق الموضوع الثاني موضوع عندما تنطلق هذه العمليات هذا يبقى لتقدير القيادة العسكرية العراقية فيما يقص التنسيق مع أخواننا في قوات البيش ماركة لكن أطمنك أن هذه المناطق مؤشرة لدينا ولدينا جهد استخباراتي لكل هذه المناطق التي يتواجد بها حقيقة بقايا في الأصابات داعش وهو يستغل هذه المناطق مناطق فارغة لا توجد فيها قوات حرس الأقليم ولا قوات الحكومة الاتحادية لهذا لا نريد أن نعطي فرصة لهذه العصابات ومثل ما أشرت أنه اليوم الكل هم ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي سواء قوات البيش ماركة، الجيش، الداخلية، جهاز مقافة الإرهاب، قوات شرطة الاتحادية كل هذه القوات هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي شكرا جزيلا هناك علاقات بين بغداد وأربيل وبغداد والسليمانية هناك تحسن، هناك تفهم أفضل بشكل أساسي هناك تحسن من ناحية فهم مسؤولية كل طرف لبغداد لا يوجد مشكلة مسؤولية عامة عراقية واتحادية تتعلق بالحدود، بتمثيل العراق بالخارج، الاقتصاد العام، الاقتصاد النفطي، توزيع مردود الريع النفطي على بقية مناطق العراق في بعض الأحيان اجتهادات مختلفة وهذه عكرة الأجواء سنوات طويلة اليوم العراق يعاني من مصاعب اقتصادية العراق كعراق عموما وكردستان أيضا ما يتعلق بالرواتب، ما يتعلق بالمدخول بشكل عام أعتقد الأجواء الآن متاحة ضمنها، هذه الضائقة أن يصير فهم أفضل لأنه لسنا بالضرورة في وضع يسمح لنا من بغداد أن تكون الخزينة مفتوحة واليوم حقيقة الخزينة خاوية، استلمنا الخزينة خاوية وليس هناك في الخزينة أكثر من 300 مليون دولار فقط تركها عادل عبد المهدي وحكومته بهذه الوضعية وأنت أمام بلد وحاجيات وأفواق ومدارس ووباء ومتطلبات ومكافحة الإرهاب وبناء قوات مسلحة ذات مصداقية وعندما نتحدث مع بلد يخرق الحدود كتركيا يجب أن تعطينا القيمة والاعترام عندما نقول لا وعندما نقول الجارة الأخرى الجارة الشرقية بأنه الحدود سوف لا نسمحها لأنه الكورونا ينتشر في داخل العراق مرة أخرى كل هذا يجب أن تكون عندنا كلمة ومصداقية وهذه الكلمة تنبع من قوة الحكومة من القاعدة الاجتماعية والشعبية المتوفرة لديها نوع من التآلف والتآذر السياسي الداخلي حول القضايا الوطنية العامة الأساسية هذا يشمل قيم كردستان أيضا نحن في بلد واحد لذلك أنا أعتقد في المستقبل القريب سوف تكون هناك تفاهمات أكثر من الممكن أن نتفهم الجانب الاقتصادي وصعوباته وكيفية مواجهته على أقل تقدير الجانب السياسي نحن نواجه اليوم داعش بشكل مشترك هناك عدم رضا بالتدخل التركي وأيضا كل الأطراف تتمسك بالوحدة العراقية كل طرف يحاول أن يجد مساحة له داخل هذه الوحدة العراقية هذا حوار مقبول ولكن الوحدة العراقية هي تجمعنا والبيت العراقي سؤال أخير ضمن الجلس سؤال أخير عفوا عفوا دكتور يعني دكتور نحن فضائح الفساد خلال الحكومات السابقة ذهب الطي النسيان اليوم في الإعلام وجود فضيحة جديدة في محافظة البصرة خصوصا مبلغ 285 مليون دولار ذهب مع تعاقد شركة وزارة الموارد المائية ووزارة النفوط بتجهيز مشروع ضخ حقل الماء في حقل الزوير عفوا يعني اليوم نريد ما تعليقكم على مثل هذه المشاريع في محافظة البصرة ونعرف أن اليوم حكومة سيد كاظمي هي مصررة على القضاء على الفساد واقتلاعها من جذورها شكرا جزير نعم سوف أجوبك بكل صراحة منذ 2003 إلى الآن الفساد لم يتراجع في العراق وهذه مشكلتنا الكبرى فأن تكون حالة الفساد في البصرة بهذه الوضعية وفي مناطق أخرى نعم لا أعرف تفصيلات هذا الملف ولكن هناك العشرات العشرات من الملفات حقيقة موجودة كثير أوليات حول كثير من الملفات التي تتعلق بالفساد هنا في بعض الأحيان يصيب الدوار أمام المقرر السياسي من أين يبدأ وكيف يبدأ ليست هناك منطقة لم تصفها للأسف آفة الفساد تحولت إلى منظومة ولذلك منذ أيام بما فيه رئيس الوزراء والأنا معكم والصحافة والمواطن والجميع يتحدث يقول نعم إلى جانب العدالة بالتوزيع إلى جانب العدالة بالتضحية ومواجهة المصاعب يجب أن تكون هناك أيضا عدالة في مواجهة الفساد لأنه هذا يقتطع منقوط المواطن البسيط وهذا تذهب إلى منظمات إرهابية إلى جماعات طفيلية إلى قوى موازية إلى الدولة والشرعية كل هذه موجودة وحقيقة هذه المعركة الكبرى ليس فقط لهذه الحكومة وللحكومات القادمة أن تكون للدولة مصداقية ووجود يجب أن هذه الدولة تفرض هيبتها إن لم تستطع هذه الدولة أن تفرض هيبتها عبر القانون وعبر المواطنين ستكون معركتنا والمعركة الأجيال القادمة صعبة شكرا جزيلا